بص بقى ركز معايا واحدة واحدة كده في الكلام اللي حقيره لكم دلوقتي نركز مع بعض ونشوف التفاصيل دي لانها تفاصيل غاية في الاهمية ولازم ان احنا ننتطرق لها بدري بدري احنا لعبنا كم جولة لحد دلوقتي في الدوري ثلاثة هم تلاتة بس حلو؟ التلاتة ايه فيهم اخطاء فيهم اخطاء ده ياريته فيهم اخطاء بس ده فيهم كمان احتواء اللي هو بمفروض اصلا ما يتمتعش بيه اي حكم انت ملكش دعوة بمين خسران كام ولا مين عنده مشكلة ايه ولا كلام من ده خالص انت ليك دعوة باللي بتشوفه في الملعب وانا في الحقيقة القصة دي من ساعة انا للاسف ما كانش عندي حلقة من ساعة تصرحات الكابتن محمد عادل بس انا كنت عمال مستني حلقة تاعة النهاردة فارغ الصبر بصراحة فتعالوا نشوف كده الكابتن عصام فتح اللي تولى رئاسة لجنة الحكام يوم كام يوم واحد عشر الراجل لما جيه يتولى رئاسة لجنة الحكام وعد بتلات حاجات تلات حاجات مهمين جدا اول حاجة قالك ايه قالك يا جماعة انا هشكل لجنة حكام جديدة تمام وحطلع اعلن عنها عشان احنا في طريق التطوير للتحكيم المصري هل حد سمع عن اي اعلان للتشكيل الجديد لجنة الحكام ها حد سمع لا خالص قعدت راجع كده قبل الحلقة اشوف يمكن الراجل طلع تصراحات وانا مش واخد بالي يا جماعة زمالي في الاعداد يا جماعة دوروا خلي بالكم شوفوا مفيش خالص حلو حلو بالتالي ايه مين هما اعضاء لجنة الحكام وخلي بالك بقى معي في الاسماء مين هما اعضاء لجنة الحكام دلوقتي مع الكابتن عصام فتاح اول واحد الكابتن راجع احمد مين هو الكابتن راجع احمد الكابتن راجع احمد اللي هو كان رئيس لجنة الحكام في الموسم الكارثي السابق الكارثي تحكمية كان هو رئيس لجنة الحكام وبالمناسبة والشيء بالشيء يسكر وهي حاجة ما تعديش كده لا هي معلومة معلومة مؤكدة هو من اللي بيعين الحكام لمطشاط الدوري هذا الموسم لا مش الكابتن عصام الفتاح لا لا انت غلطاء اللي بيعين الحكام هذا الموسم هو الكابتن وجيه أحمد لمطشاط الدوري الممتاز والممتاز به كمان إذن أين دور الكابتن عصام عبد الفتاح اللي واضح أن دوره بيتمثل في التصريحات في الوسائل الإعلامية والقنوات الإعلامية والدفاع المستميت عن الحكام وخلاص أنا ليش دعوة الحكم ده غلط ما غلطش أنا حدافع هو كده أنا رئيس لجنة الحكام فده دوري مش دوري بقى أن أتدخل في تعيين مين ولا مين ما يتعينش ولا كلام من اللي بيعين هو الكابتن وجيه أحمد أحد أعضاء لجنة الحكام بالاتحاد المصر الكورت القدم والكان رئيس اللجنة الماضي في الموسم الكارسي تحكمية بيعونوا مين مين معهم تاني الكابتن عزب حجاج اللي هو أيضا كان في لجنة الموسم الماضي لجنة الحكام بتاعت الموسم الماضي مستمر في اللجنة إذن أين التغيير إذن أين التطوير يا كابتن عصام كامل الاحترام والتكدير لكل الشخصية من الإسماء اللي بقولها ده حاجة خارج الموضوع احنا بنتكلم فنيا دلوقتي ومنتكلم إداريا تمام فأين التطوير فين الناس فين الوجوه الجديدة زي ما انت وعدت زي ما انت قلت إن أنا هاعلن عن لجنة جديدة عشان تساعد في التطوير فالرجل واضح إن هو تقريبا يا إما كسل يا إما ما عندوش وقت إن هو يعلم يا إما إيه قال لك خلاص بقى خليه وخلص ما حدش واخد باله لا الناس واخد باله الناس إيه واخد باله أدي تاني حاجة الكابتن عزب حجاج لسه ما دخلتش في بقية الوعود احنا كل ده منتكلم على الوعد الأولي الكابتن عزب حجاج اللي هو أحد أعضاء لجنة الحكام في الاتحاد المصري للكورة القدم ابنه مين الكابتن حسام عزب حجاج مين الكابتن حسام عزب حجاج اللي هو مين اللي هو كان حكم الفار في أنه ماتش السنة اللي فاتت ماتش الأهلي ودي ديجلت دور الأول واللي حتى مناداش الحكم عشان يجي يشوف الفار في القرى بتاعت بيكام افتكر لما مدافع ديجلت مش مدافع كان حتى أمير عادل أليكسندر عادل أمير عادل اللعب ودي ديجلت في التوقيت ده شد بيكام من إيده ووقعه بو منطقة الجزاء وعملوا يا جماعة ضرب الجزاء خلوا بالكوا فيه ضرب الجزاء والله طب في الفار روحوا الفار اجري اجري الفار لسه ممكن ترجع للفار الكابتن حسام عزب حجاج مناداش حكم اللقاء عشان يجي يشوف الفار طيب مين هو الكابتن حسام عزب حجاج هو من أدار من أدار المباراة الأولى لنادي الزمالك من الفار أمام امبي كان حكم الفار في مباراة الزمالك وامبي اللي حصل فيها ايه اللي حصل فيها ان النادي الزمالك كان ضرب الجزاء غير مستحق على الإطلاق لأوباما واللي كانت في الأصل فاول على بن شارقي لو نفتكر المطش ده كانت في الأصل فاول عن بن شارقي دور الفار هنا ايه يا كابتن حسام عزب حجاج دور الفار ايه انك تروح مكلم الحكم تقوله خلي بالك في شك تعال ما عليش نلحق نفسنا كده عشان يقاش فيه كلام كتير علينا وعشان نقدي شغلنا الطبيعي سيبك من الكلام نقدي شغلنا الطبيعي تعال شوف كده الكرة دي بلن ولا مش بلن ما كلفش خطره حتى يقوله تعالى ما كلفش خطره لو هي تستحق اقولكش ان هي ضرب الجزاء صحيحة فما ترجعش لا هي اصلا مش ضرب الجزاء واصلا فاول على بن شارقي مرجعتش ليه الكابتن حسام عزب حجاج هنقول قلة خبرات لو قلة خبرات يا جماعة خلاص ما تعالينوش حكم لسه في أول مشوارهم طيب بيجي في أول مشوار ناس بتغلط وكل الناس كده لكن لو قلت خبرات لا خلاص والكابتن اتذكر كويس جد متصرح الكابتن حلمي طولان بعد المباراة قال لك ايه اللي ملوش ظهر ها اقول ليه ظهر ما يتضربش على بطن لو انا بقول يا جماعة المثل صح يعني الكابتن حلمي طولان فبالتالي هو ده كابتن حسام عزب حجاج ابن الكابتن عزب حجاج اللي لسه متواجد في لجنة الحكام اللي هو كان موجود أصل في لجنة الحكام تعتصافاتي اللي كان يترقصها الكابتن واجيه أحمد إذن الأمور زي ما هي إذن التطوير مش موجود إذن التقدم في مستوى الحكام مش هيبقى موجود إلا لو الناس دي شغلت صح حلو حلو رقم اتنين من دمن الوعود قال لك ايه قال لك أنا عامل خط التطوير لمدة أربع سنين جاية وحطلع أعلن عنها فين يا جماعة خطة التطوير أربع سنين وكلام من ده دي حاجة كويسة قوي طب ما تعلم ما أعلنتش ليه هل هو أعلن لا ما أعلنتش لحد الوقت ما أعلنتش طي تعال نروح للوعد الثالث الوعد الثالث قال لك ايه قال لك هاعلن عن قائمة الحكام الدوليين هو أرسل قائمة الحكام الدوليين لكن ما أعلنش عنها ليه ما بيعلنش عنها مش عارف أنا برضو مستغرب من الجزئية دي فدي ثلاث وعود ما تحققوش من كابتن عصان فتح حلو والثلاثة مهمين جدا ثلاثة مهمين جدا في إطار المفترض تطوير مستوى التحكيم المصري طي تعال لي بقى بنعنا عليه ليه مسألة الاحتواء المنتشرة في الملاعب المصرية وواضح أن هي كانت موجودة زمان وإحنا مش واخدين بالنا موجودة من زمان وإحنا بدليل إيه الأخطاء الكاريسية اللي بتحصل على طول في التحكيم لكل الاندية بقى أنا نوعه مش بقولك الأهلي بس لا كل الاندية الأهلي بس كانت فاتت بشكل مبالغ فيه لكن نظرية وفكرة الاحتواء هي واضح أن هي فكرة كانت موجودة عند حكامنا المصريين والتعاطف كمان كان موجود أن أنت لو فريق كسبان شكور خلاص مش مهم تتدي له ضرب الجزاء كمان خلاص مش مهم خلي فريق تاني يجيب كم جن مش مش هتفرق يا عم هو كده كده كسبان دي مش كور ده مش تحكي فأنا أصلي بقى هنا في الحتة دي إيه هو لما الكابتن محمد عادل تلع تكلم مع الإعلام الكبير الكابتن أحمد شوبير في الإزاعة تلع تكلم معاه هو بيطلع تكلم من نفسه كده كابتن محمد عادل بيكلمونه كابتن محمد إحنا عايزينك من مداخلة إليه حاضر لا بيرجع لكابتن عصامد فتاح رئيس لجنة الحكام يستأذنه فالكابتن عصامد فتاح مش يستأذنه بس ده دخط عليه كمان عشان يعمل المداخلة حلوة قوي حلوة قوي وركز معاه في الكلام ده ضروري جدا وفي نفس الوقت لما عمل المداخلة كابتن محمد عادل وقال لهذه التصرحات الكارثية الكابتن عصامد فتاح واقف الكابتن محمد عادل طب انت منين بتديله الإذن منه يتكلم ومنين توقفه وانا بقول الحمد لله وكويس جدا انه هو اداله الإذن منه يتكلم عشان نعرف كيف تدار الأمور التحكمية بشكل حقيقي عشان يبقى عادين كده يا جماعة واخدين بالن تمام فدي جزئية من ضمن الجزئيات المهمة جدا طيب الكابتن عصامد فتاح بيطلع كل من بعد كل المباراة بيعمل ايه بيطلع ايا كان الحكم غلط مغلطش لا حكم عامل مباراة كبيرة حاجة ويقضي دفع سواء من المفترض ان اي اتحاد اهلي بيكون عنده على الموقع بتاعه كده بيحصل في بعض الاتحادات بتعمل كده يقولك ايه احنا بعد كل جولة جماعة نجيب الحكام اللي فيها جدل ونجيب الحالات التحكمية اللي فيها جدل ونحللها ونقول او مش نحللها هنقول يا جماعة هنا كان فيه كذا وهنا كان فيه كذا لكن ده الكابتن عصامد فتاح بيطلع فضيات يقولك لا زي فل يوم ما انتقد قالك اصلي خطأ خمسين 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 ايه هو فيه حاجة اسمها خمسين خمسين في التحكم ازاي يعني ازاي يعني انا هقول له حضراتكم الحقيقة الكابتن عصامد فتاح غير متفرغ اصلا لايه للجنة الحكام لرئاسة لجنة الحكام بدليل ايه حضراتكم دلوقتي لو متابعين فيه بطولة ودية بتتلاعب في تونس للشباب منتخبنا الوطني المصري للشباب هناك في تونس بيلعب البطولة بتدت يوم 8 هتخلص دريبا يوم 17 من الشهر الجير مين رئيس بحثة المنتخب في البطولة دي مين هتستغرب جد مين الكابتن عصامد فتاح هتقول لي ازاي هو عضو مجلس ادارة لا هو مش عضو مجلس ادارة مش عضو مجلس ادارة في اتحاد المصري الكورتقاد او في اللجنة المعينة تمام لا هو رئيس لجنة الحكام هو في رئيس لجنة بيطلع يبقى رئيس بحثة حاجة غريبة طب هل مش من الاولى انك بدل ما تطلع في رئاسة البحثة دي انك كنت تعتذر وتشوف اخطاء حكامك وتعالجها وتقعد مع الحكام بطوعك وتقول لهم يا جماعة تجبلهم الحالات كده وواحدة واحدة هنا يا جماعة كان مفروض كذا واناك مش ده كان الاولى مش ده هي ده مسئولياتك انها تتعمل ليه ما عملتش كده معرفش فدي حاجات من ضمن الحاجات الغريبة جدا جدا واللي الواحد بصراحة مستفز منها وهي مسألة الاحتواء ومسألة عدم تطور التحكيم المصري والوعود التي لن ولن تنفذ في وجهة النظري اتمنى انها تتنفذ فكان لازم اتكلم معكم بشكل واضح وصريح في كل هذه الامور وفي كل هذه التفاصيل ده فيما يتعلق بالتحكيم في كل الاحال اتمنى لهم والله كل التوفيق واتمنى ان الدنيا تتطور للشكل او الجانب الايجابي بشكل افضل في مصرحة الكرة في كل الاندية مش في مصلحة نادي ده ملف الحكام